يعني والله واحد من الحالات وصلني مرحلة اكتئاب والله العظيم أخرتها اليوم اليوم هذا طيب جتني حالة في العيادة من قوة الإهمال والواد دخل في اكتئاب شديد أنت حاول ينتحي مرتين لا إلهة إنجنا الله المرة الثانية يوم قطع يده أو مسك موس وجرح وضع صدام عنده المستشفى و جت الشرطة و جت الدنيا هذه كلها طيب الصح صح الأب أنه لا يودي عيادة نفسية و من زمان هو يتكلم عمره تقريبا 24 سنة الاكتئاب هذا معه من يوم عمره 12 سنة في مشاكل عائلية وفي مشاكل تصرف البيت فأثت عن نفسيته وأبوه مضطهد في أي أشياء يعني عشر سنوات يا دكتور هو يعني و يروح لأبوي يقول أنا أنت أعمال نفسية ما يروح يوديها نفسية يقول لك ما فيك حاجة للدلعة تخصينا فلوس سوي كذا و فعل كذا وخالها تنتهى موضوعك يقول أنا عندي أنا أقعد أبكي في الليل أنا أحس كأنه جبل على صدري أنا أعاني نفسيا ما هلا بيساعدني يقول لك أنا هلا يساعد إذا انتحب مرتين مرة ثانية و مرة الأولى قد حبوب أشان ينتحب مرة ثانية قطع يد يقول خلاص أبوه تبوه صفك كمنا